النهاردة كده كنت بقى يعني في اطار التحركات اليومية فشفت اللي بيحصل وراء صور مجرى العيون خد بالك اللي انا بقوله لك ده في اطار الايه في اطار اللي انت بتشوفه بعينيك عشان كده دايما انا ادعوك انك تنزل انا عايزك تنزل تتمشى في البلد ايا كان يعني انا راجل من ابناء محافظة القهر حضرتك ممكن تبقى من اسكندرية ممكن تبقى من الغربية شرقية انا المانيا زي ما يطلع انزل تمشى انت مش هتخسر حاجة تتمشى دي بقى على رجلك تتمشى بالمواصلات تتمشى بالعربية هتتبسط هتتبسط ليه لانك هتشوف بعينيك شكل التغيير ايه اللي بيجرى وراء صور مجرى العيون لازم لازم تنزل تشوف بنفسك اسهل حاجة ان انا هقعد اصور لك حاجات بالموبايل او ان احنا هننزل حد من زملائنا يصور وين اللي حضرتك الصورة كاملة بس لما انت بتشوف احساس فعلا مختلف تماما حقيقي مش هزار عارف بالزبط كده زي ايه لما نيجي مثلا ايه نروح الاماكن المقدس يعني مثلا انا طول عمري بشوف الكعبة في التلفزيون لما رحت عملت العمرة احساس مختلف خالص شايفها قدامي كده انبهار حالة روحية شديدة اللي اختلاف هتيجي تقولي هو المباني اللي بتتباني زي الكعبة اقولك وانيبه الله يخليك فتح مخك معي انا بقولك اللي بتشوفه بعينيك غير اللي بتشوفه من الشاشة انزل اتفرج هتلاقي صور مجرى العيون ده على ايامنا وقابلنا بشوية مكان صعب صعب وفيه كل حاجة صعبة حلو كده مكان صعب وفيه كل حاجة صعبة افهم انت بقى كل حاجة صعبة كل حاجة انت لن تقبلها كنت هتلاقيها هناك فيه اكتر من كده اضاح حاضر وضح افصح ابن هجي اقولك والله عدم اهتمام بالناس بيوت اي كلام خالص نظافة مفيش رعاية صحية مفيش رعاية تعليمية اي تعليم ومدرس مفيش اجرام هتلاقي كل حاجة هتلاقيه طيب يجي حد يجي يقولك يا جماعة ما هو الناس المصريين دول مهما تعمل لا مفيش حاجة اسمها كده فيه فرق كبير جدا اولا ما تمصبش نفسك حاكم على ناس انت معيشتش عيشتهم انا بكلمك بجد بلاش ننصب نفسنا فجأة ان احنا حاكم على ناس معيشناش عيشتهم فنقوليه مهما تعملهم هيفضلوا يعملوا كده لا مش هيعملوا كده زي بالظبط ما حكيت لكن برحل قصة الاسمارات بالوقت الناس بتتغير مفيش حد عاوز يبقى وحش ربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان نبقى كويسين مش علشان نبقى وحشين احنا فطرنا على ان احنا نبقى كويسين يبقى فيه عندنا خير جوه قلبنا الظروف الوحشة بتخلينا نتصرف وحش ترجمة نانسي قنقر